اشتركوا في القناة فلماذا ربنا وضع الزواج بانه ممكن يشغلنا في عياتنا الابدية لا شوف يا ابني بولس الرسول كان في بدء المسيحية في عصر استشهاد وكانت ليها الظروف صعبة كان الاستشادة بالجملة وبالالاف فبيقول للوقت المخصص مش ضمنين اما كلمة بلاهم مش مقصود بها الهم من الهموم لا مقصود بها الاهتمام الاهتمام يعني مش عايزتوا يكون عندكم اهتمامات كتيرة تشغلكم ومع ذلك في كورونسوس الاولى السبعة بيتكلم على الزواج وامكانيته الاخر فاذا كنت انت تريد ان تتفرر لربنا وتعطي كل اهتمامك لربنا دي حاجة غير انسان عادي في الحياة يهمه ان تكون له اسرة ويعيش فيه سلامه هدوء وتلميذ المسيح كان فيهم المتزوج زي بوترس وكان فيهم البتول مثل يوحنا وفيما بعد زي بوترس والمسيح على جبل التجلي كان يحيطه موسى اللي تجوز اكبر من مرة وايليا اللي ما تجوزه قبل كده وحوالينه الصليب كان ايضا تحيطه مريم زوجة كلوبة ويوحنا الحبيب ومريم العزراء وكل واحد من دول صنف الواحد يمر في الحاجة اللي تقدر يعيش فيها هادي ومطمئنة في حياته يعني ما يخشش في السكة هو مش أده فما يناسبه وربنا يرضى عليه ربنا لا يقول لك كن بتولاً أو كن متزوجاً لكن ربنا عايزك تبقى سعيد ونقي القلب فالسكة اللي توصلك للسعادة ونخوة القلب امشي فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر